كيف تكوني كوميديانة؟ وبرغم من كده اشتغلتي مع الكوميديان الأول أحد كبار ممثلين أحد علامات هذا الجيل اللي أنا بنتميله فنان الكبير عاد الإمام مفكرتيش تتجري له ومفكرتيش تلعبي معه ماتش بوكسي عملناها في الأبوكاتو لازم أقولك أن أنا عملتها معاه في الأبوكاتو وطبعاً كنت داخل التجربة بقى وأنا مش فاهمة أي حاجة ولا عارف النتيجة هيبقى شكلها إيه وإذا كنت هنجح فيها ولا مش هنجح لدرجة أن أنا لما كنت حاول أعدل شكلي شوية ألاقي رقفة منها ييجي يخش ياخدني القودة ويبهدلني يعني يبهدل هدومي ويطلعها لي ويقطع لي مش عارفة إيه ويحطيلي النضارة إزاي ويلغوص وشي بحاجات أقول لي رقفة مش كده برضو يقول لي لأ أنا عايزك تبقي عطية كده فهقول لك حاجة عمري ما حنسع مرة وقفة في الشارع بعد ما فيلم الأفوكاتو اتعمل واحد ما عديد كده هو وصحابه بالعربية قال لي أسرة عايزة تجوزك يا عطية هو عايكون عملها؟ لا أعملنا الحيش يا أخوانا أولوهم رح ياملوا إيه 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 إيه